اهلا بكم اعزائي بسكريبتات باش هذا الفيديو رقم اثنين وكما تعرفون هذه السلسلة تكون فيها او نشرح فيها سكريبتات باش مفيدة في الفيديو الماضي شرحنا سكريبت باش سهل جدا بسيط جدا في هذا الفيديو السكريبت الذي اريد شرحه فعلا معقد قليلا قليلا ليس كثيرا لكنه معقد اكثر من الفيديو السابق فاسمحوا لي ان اخبركم بشكل مختصر ما هو الشيء الذي ساقوم به به بهذا الفيديو والفيديوهات القادمة فبشكل مختصر نحن نريد ان ننشأ سكريبت معين هذا السكريبت فيه اشياء كثيرة ربما تكون معقدة لديكم وبالتالي كان لابد ان نعود للاساسيات فقم بانشاء لكم او كتابت لكم دليل كامل لأساسيات لغة باش هذا الدليل قابل للتحديث يعني اللي اتو الآن بنسخته الحالية الموجودة في الموقع فيه الكثير 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 من المعلومات وايضا سأضيف عليه الكثير الكثير من المعلومات حتى تستفيدوا بخصوص موضوع باش او لغة باش ففي الاشياء اذا كنت مهتم بلغة باش فانصحك بالقيام بالامر التالي رقم واحد ان تذهب لهذه الصفحة وتحتفظ بها ضروري ان تحتفظ بها لان بكل بساطة كما قلت هي محدثة وفيها كل اشياء عن باش وبالتالي اذا احتجت بيوم من ايام اي معلومة فانت تذهب للسكشن مثلا تريد ان تقطب مثلا تذهب بسطر الكنديشن الستيتمنت وتقرأ الاساس الخاص بهذا الموضوع الموضوع رقم اثنين عليك ان تذهب وتقوم ايضا بحفظ صفحة اخرى وهي صفحة سكريبتات باش مصاري سكريبتات باش في هذه الصفحة سأضيف كل السكريبتات التي انا سأقوم بانشائها في هذه السلسلة فالتالي لدينا فيديو واحد وهذا الفيديو رقم اثنين الموضوع الثالث ان السكريبت الذي انا بصدد ان اكتبه هو سكريبت يقوم بانشاء ملف مضغوط من مصار معين ويقوم بماذا يقوم باستبعاث بعض الملفات من الملف المضغوط يعني مثلا لدينا هنا اه هذه الملفات المجلدات موجودة لدينا هنا فهذا هذا السكريبت الذي انشأته اسمه طبعا اي اسم يمكن ان تعطي الخاص بك هذا التسميع التي اخبرته التي قلت لها التي انا فهلا اعطيته اياها اه وهنا تكتب الفولدر الذي تريد ان تقوم بانشاءه اه بضغطه وهنا تكتب اسم الملف المضغوط فضلا ماي فولدر دوت زب طبعا هذا شيء بسيط وموجود الريدي بزب كوماند بالترمينال لانه يمكن ان انشأ نفس الموضوع بالزب كوماند العادي فما الفكرة بهذا الموضوع اذا لاحظوا سيقول لي ان ماي فولدر تم انشاءه جيد وهذه الاشياء المكتوبة هنا هي التي انا كتبتها فعلا بالسكريبت الموجود هنا طيب الفكرة هذا اللاحظوا الان سيكون لدينا ملف دعوني امسح هذا اه ودعوني بالداخل هذا ملف ان انشئ عدة ملفات هنا عفوا انا اذهب الي وانشئ عدة ملفات مثلا touch file one file two file three جيد في اذا ها هي موجودة دعوني ايضا ان انشئ ملف اه hidden file hidden file ملف مخفي يبدأ بنبطة في اذا في اذا انا touch مثلا دعوني اه ملف اسمه get طبعا هذا الملف يتم انشاؤه او هذا المجلد يتم انشاؤه بشكل تلقائي في المستودعات get اذا كنت تستخدم get جيد اذا لان لا 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 نستطيع رؤية علينا ان نكتب شوهدين بهذا الشكل اه وهذا هو ملف مخفي مثلا الان اريد مثلا ان انشئ زب فايل لي ماي فولدر لكن اريد ان اخفي هذا لا اريد ان ان اضيف get لهذا الملف المضغوط فبكل بساطة باستخدام نفس الطريقة التي اه بنفس السكريبت الذي انشأته فبكل بساطة يمكن ان اكتب زب اكس ماي فولدر ماي فولدر دوت زب واكتب هنا داش اكس واستبعد هذه الجيت جيد فلاحظوا هذا يقول لك ان انت تقوم بانشاء ماي فولدر اسم الزب فايل ماي فولدر دوت كيت هو لن يتم انشاء لن يتم وضعه ضمن ماي فولدر دوت زب وهذه الملفات التي تم اضافتها بماي فولدر دوت زب هايه وتم انشاءه بشكل صحيح وها هو طبعا قد تقول لي لماذا تكتبين مثل هذا السكريبت فالان فائدة هذا السكريبت او اين يتم استخدامه فعليا عندما تقوم انت بالتطوير اذا كنت مطور فربما تعرف ماذا اقصد اذا لم تكن مطور لا مشكلة يمكنك تجاهل القسم التالي الفكرة هي ان احيانا تكتب بمشروع التطوير لديك مثلا يكون لديك ماي فولدر وفيه مثلا ملفات بداخله هي خاصة بالتطوير وليس خاصة بالاستخدام النهائي فانت تريد استبعادها مثل ملفات مثل ملفات مثل ملفات مثل ملفات مثل ملفات مثل ملفات هذه الملفات انت لا تريد ان ترفعها مع الزب او لا تريد ان تضيفها للملف المضغوط فهذا كان سبب انشاء لهذا الموضوع حتى انشئ انا ملف بسرعة كبيرة بدون انني اقوم باستبعادها واحدة تلو الاخرى او استخدام الطرق الاخرى اكيد هناك طرق دائما اخرى لكن هذه الطريقة كانت بالنسبة لي الاسهل واريد ايضا ان اشاركها معكم فبكل بساطة هذا سكريبت الذي نريد انشاؤه ليس في هذا الفيديو في الفيديوهات القادمة ككل بداية هنا انشأة فانكشن سنتعلم انشاء فانكشن هنا جمل شرطية سنتعلم جمل شرطية وايضا ماذا هذا كله الموجود في هذا السكريبت سيتم وضعه هنا وهذا كله سنتعلمه يبدو معقد قليلا لكن سنتعلمه لا مشكلة فهذا فقط فاذا اليوم ما الشيء الذي سنقوم به او ما الشيء الذي ستشاهده بهذا الفيديو هو انك ستتعلم الاساسيات وخصوصا الموجودة في الدليل الشامل للغة باش فاذا ضروري جدا ان نتعلم هذه الاساسيات الاساسيات جدا بسيطة جدا ضروري ان تنتبه اليها لانه لاحقا ستتبه الامور معقدة لغة باش ليست لغة سهلة ان تفهمها كده في ثواني او في ساعة فركز معي بالاساسيات حتى لا تضيع في التعقيد القادم فقم بانشاء مجلد للتدريب اسمه اي شيء تريد انا اسميته باش وقم بانشاء ملف بالداخل فاذا بداية نحن ندعوني امسح كل شيء موجود هنا فالنقطة الاولى التي اريد ان اقولها ان نحن عندما نقول لغة باش فمثلا هي يمكن ان نستخدمها في موضوعين الاول هو اوامر لينوكس اوامر لينوكس العادية هي بالاصل يمكن ان يتم استخدامها في باش فالتالي عندما اقول انا مثلا مثلا لس يعني لست الملفات او سرد الملفات الموجودة بالمجلد الحالي هذه اللست هي يمكن ان استخدمها في هي باش اصلا ويمكن ان استخدمها في باش ايضا يمكن ان استخدم مثلا امر مثلا موف اه مثلا اذا كان اقومت بانشاء ملف اسمه touch يمكن ان استخدم touch مثلا touch file 1 ثم اقوم باعادة تسمية file 1 ل file 2 فالان انا اقوم باعادة تسمية يمكن ان احدف او او انا اقوم بنسخ copy file 1 ل file 10 مثلا لا يوجد file 1 اكيد فبتالي يوجد لدينا file 2 فالان ما الشيء الذي سيكون موجود لدينا file 10 فعال 2 جيد يمكن أن أقوم بحذف من خلال remove يمكن أن أقوم بإنشاء مجلد من خلال make directly يمكن أن ننشأ مجلد بداخل مجلد وسيعطيني الآن مثلا folder 1 وأريد بداخله مجلد folder 2 الآن سيعطيني خطأ لأن folder 1 غير موجود فيمكن أن أعطي هنا argument أكتب هذا الأمر parent إذا قمت أنا بعرض هنا سيجد لدي folder و folder 1 وإذا قمت أنا بعرض folder 1 سأجد بداخله folder 2 فهذه الأشياء التي أنا أستخدمها في التيرمينال نفسها يمكن أن أستخدمها في باش سكريبتينج فذن ضروري جدا أن تكون لديك معرفة بسيطة حتى لو كانت بسيطة بهذا الموضوع فأنت أنا أعرف وأنا أثق بك أنك تعرف هذه الأوامر الأساسية وخاصة الموجودة في هذا الجدول فأيضا أول أمر لسرد الملفات لإنشاء مجلد لحذف نسخ يمكن أن تنقل فيها ملف وأيضا يمكن أن تعيد تسمية لإنشاء ملف أو تحديث وقت الدخول أو وقت التعديل لتغيير مسارك ما هذا الأمر لا تعرفون عنه هو يقوم بيبحث عن كلمة بداخل نص يعني مثلا مثلا لدينا هنا تعاوني أقوم بإنشاء ملف أسميه مثلا طبعا إنشاء الملفات الآن سأتحدث عنها لاحقا فمثلا this is a text this is a file hello hi مثلا كتبت هذه الأشياء بكات يمكن أن أرى ما هي الأشياء الموجودة فيه بغرب يمكن أن أبحث عن كلمة hi في هذا الملف فأكتب غرب hi from test فإذا الآن لاحظوا كل الأشياء التي فيها hi ستظهر لي لاحظوا ظهر لي this هنا لأن this فيها hi يعني حرفيا فهذا هو أمر غرب الموضوع الثاني كات لعرض الملفات والأخير هو change mode أو تغيير الصلاحيات طبعا موضوع الصلاحيات موضوع يعني كبير جدا عودوا للفيديوهات لدي هناك فيديوهات عن هذا الموضوع لكن باختصار لدينا هنا هذه الفايل 2 مثلا إذا كتبت list dash L يعني long listing يعني أعطيك كل المعلومات file 2 مثلا لاحظوا سأجد فيه أن file 2 فيه هذه الصلاحيات فإذا للشخص المالك لهذا الملف الذي هو أنا ها أنا الشخص المالك وهذه المجموعة المالكة لهذا الملف هذا الشخص المالك وهذه المجموعة المالكة للملف لأن في لينوكس الملفات أو المجلدات يتم يكون المالك لها يمكن أن يملكها أو بالأصل يملكها اثنين الأول هو الشخص فعلا الأساسي والثاني المجموعة المجموعة هذه المجموعة يمكن أن تضيف لها مثلا كثير كثير من الأشخاص غير المالك مالك لأن لينوكس نظام يدعم أكثر من مستخدم يعني عادة نحن نستخدم الجهاز الخاص بنا بمستخدم واحد لكن يمكن مثلا مثل حاسوب الجامعة أن يدخل إليه مثلا مئة طالب وأن يكون له مئة حساب جيد فأنا مثلا كمعلمة مثلا أريد أن أقوم بإنشاء مجلد معين وأجعل ملكه مثلا لمجموعة الطلاب مجموعة الطلاب بالصف الأول مثلا فكل الطلاب بالصف الأول ربما يكونوا مئة طالب أو مئتين طالب أضيفها لهذه المجموعة وأجعل مجموعة الصف الأول هي المالكة لهذا الملف وبالتالي يمكنهم أن يأخذوا صلاحيات المجموعة على الملف فإذا أما الشخص المالك الحقيقي هو أنا الأصلي هو أنا فالمالك الأصلي يكون واحد والمجموعة يمكن أن يكون فيها عدة أشخاص أو بالتقنية أو مستخدمين فبالتالي هنا الصلاحيات صلاحيات لينوكس هي read write execute read يعني اقرأ write يعني اكتب execute يعني نفذ فبالتالي لاحظوا هنا هذا وهذا مكتوبة ثلاث مرات وهذا هذه الصلاحيات للمالك فإذا النورة هي المالك ولها صلاحية أن تكتب وتقرأ على الملف والمجموعة لها صلاحية المجموعة لها صلاحية القراءة فقط لاحظوا مكتوب dash dash يعني ليس لهم صلاحية الكتابة على الملف وليس لهم صلاحية تنفيذ الملف وهنا لدينا الآخرون يعني إذا لم يكنوا من مجموعة الملف ولم يكنوا من مالك الملف فصلاحيتهم تكون هنا ريد فقط يمكنهم قراءة هذا الملف يعني الآن لو شخص قام بالتسجيل الدخول بالسيستم الخاص به وشاهد الملف الخاص به يمكنه أن يرى محتوياته لماذا؟ لأن الآخرون لديهم صلاحية القراءة جيد طبعا نحن الآن نريد أن نكتب ملف باش طبعا هذا ملف سكريبت يعني ملف تنفيذي فبالتالي أريد أن أعطي له صلاحية التنفيذ جيد فضروري جدا عندما أنشئ ملف دعوني أن ننشئ ملف مثلا أريد أنشاء ملف ويمكن أن تنهي بSH ويمكن أن لا تنهي أن تحض ولكن أنهي بSH جيد وهذا هو الملف طبعا هذا هو مجرد أن أكتب هكذا الملف جيد لا يعني شيء فإذا عدت أنا مثلا وقمت أيضا بعد صلاحياته لاحظوا الصلاحيات الإفتراضية لأي ملف منشأ بلينوكس هي التالي أن المالك يستطيع يقرأ يكتب والباقي يستطيع أن فقط القراءة فبالتالي صلاحية التنفيذ على هذا الملف حتى مني أنا نورس مالكة الملف والمجموعة المالكة لا يمكنني أن أن أنفذ بالتالي يجب أن أعطي صلاحية التنفيذ وهنا يأتي أمر أمر change mode لاحظوا CH ضروري عندما يعني تدرس لينوكس وتحفظ الأوامر لا تحفظها بطريقة يعني الحفظ يعني الحفظ التقليدي لا قموا بفك شفرة الكلمة ما هي الكلمة بلغة الإنجليزية وماذا تعني وبالتالي يتم الحفظ بشكل أسرع فالأمر هذا هو C H M O D هكذا هو لكن ماذا يعني يعني change mode change mode يعني تغيير الوضع ماذا يعني تغيير الوضع يعني تغيير صلاحية وبالتالي أنا أريد جيد أن أعطي كل الناس على هذا الملف صلاحية التنفيذ صلاحية التنفيذ هي execute ولمزها X لمزها X وأنا أريد أن أعطيهم كلهم فإذا plus X لأنني أريد إعطاء وليس السحب السحب يعني revoke يعني minus سالب أما plus يعني أعطي كل الناس لملف my first كذا فذا مرة أخرى لو أنا قمت بmy first لاحظوا ستجد لا ظهر X هنا ظهر X هنا ظهر X هنا فكل أشخاص يمكنهم تنفيذ هذا الملف فنمسح كل شيء كتبنا امسح كل شيء لا مشكلة يعني أنا أحاول الموازنة بين الشخص الذي لا يعرف أي شيء والشخص الذي يعرف أشياء فبالتالي الآن يمكن الشخص الذي يعرف هذه الأشياء يشعر بالملل لكن خذ هذا كتدريب لك إذا كنت تعرف فخذ هذا التدريب ولا تتدمر لأنه عادة من أشخاص الذين لا يعرفون كل شيء يتدمرون يقولون أنا أعرف هذا وأعرف هذا وأنت تكذبين وأنت تعدين طيب فنالك أشخاص لا يعرفون ويردون التعلم أما إذا كنت شخص جديد ومبدأ ولديك أسئلة أخبرني في خانة التعليقات قل لي أنت سريعة هنا قل لي أنت لم أفهم هذه النقطة حدد النقطة حتى أستطيع أن أقوم بتحسينها في المستقبل فلا تكون هكذا يعني تكتب تعليق عام أكتب بشكل خاص الفكرة الفلانية لم أفهمها وأنا بالدوري سأشرح عليك لأنني أعرف أنك صادق عندما تحدد الفكرة التي تريد أن تفهمها طيب نعود لموضوعنا فإذا الآن لدينا حدفت كل شيء حدفت كل شيء ولا وجد شيء لدينا فإذا الآن مجددا أريد أن أنشئ أول سكريبت باش لي فسأكتب تاتش مثلا واسم هذا السكريبت ماذا تريد أن تسميه ماي سكريبت مثلا سميه أي شيء تريد أي شيء تحب ماي سكريبت دوت اس اج جيد هذا هو فهذا السكريبت يمكن أن أقوم بفتحه بأي برنامج طبعا إذا كنت أنت تستخدم لينوكس فبالتالي البرامج المتاحة لك بالترمينال على الأغلب ستكون نانو ستكون هل لديك برامج أخرى بالترمينال تفتح معك وتستخدمها جيد فابتح بهذه الطريقة فأنا أستخدم لكن يمكنك أن تستخدم نانو نانو سريع جدا فإذا ماي سكريبت دوت اس اج بنانو وها هو فإذا هنا يمكن أن أكتب كما قلت لكم يمكن أن أكتب أي شيء يعني يمكن أن أكتب مثلا ليحسر محتويات المجلد الحالي وبنانو طريقة الحفظ هي لاحظوا مكتوب هنا أي شيء يبدأ بهات هذه الهات فيعني فإذا نريد فكنترول فيقول هل تريد هل هذا الاسم نعم وانتهينا إذا أردت الخروج أكتب كونترول اكس على لوحة المفاتح لاحظوا هي كونترول اكس اكز جيد فإذا أن الآن لدي هذا الملف أنا لو حاول لاحظوا مرة أخرى نرى هل لديه صلاحية التنفيذ ليس لديه صلاحية التنفيذ فأنا أريد أن أقوم بتنفيذه ويمكن أن أكتب هكذا مثلا سيقولي لماذا؟ لأنه ليس لدي صلاحية التنفيذ على هذا الملف فبالتالي أنا أحتاج ماذا؟ أن أعطي صلاحية التنفيذ ملاحظة كوني أنا المالك لا يعني أنني كل شيء سأفعل كل شيء هناك قواعد هناك الملفات لها صلاحيات محددة بلينوكس لغايات الأمان لغايات التنظيم لغايات معينة لغايات الأداء فبالتالي لا يمكن أن أكون أنا المالك حتى لو كنت أنا المالك بشكل افتراضي ليس لدي صلاحية التنفيذ فبالتالي هنا سأضيب صلاحية التنفيذ بالطريقة التي تعلمناها change mode plus x لهذا السكريب لاحظوا الآن سأجد أن هذا السكريب لاحظوا سيظهر بلون مختلف وأيضا في صلاحية التنفيذ على كل شيء طيب الآن سأقوم بتنفيذ الملف تنفيذ الملف يكون بالطريقة التالية فإذا إذا كتبت أنا الآن معي سكريب بهذا الشكل غيرا لا يوجد command بهذا الشيء ربما أنا أقوم ب يعني إلغاء هذا الخطأ أو تعليمكم كيف تقوموا بتنفيذ السكريب بدون الحصول على هذا الخطأ لاحقا الآن نحن نريد أن ننفذ السكريب بهذه الطريقة أن نكون في المساري الحالي ولدينا هذا السكريب فنريد الآن تنفيذه فإذا الآن لاحظوا عندما أنا قمت بتنفيذه ما الشيء الذي حصل ظهر لي الـ الأمر الذي أنا كتبته بـ هو فبالتالي هو الأشياء الموجودة بهذا المجلد هي ماذا هي هذا السكريب طيب لو أنا أرد أن أضيف شيء آخر مثلا جيد والآن هذه الملفات التي لدي لو أنا نفذت مجددا لاحظوا ستظهر لي الأشياء الموجودة فبداخل ماي سكريب طبعا أنت افتح ماي سكريب إذا كنت غير مرتاح مع نانو افتح بـ أنا سأفتح بـ لأنه أسرع بالنسبة لي الحقيقة وبالنسبة لنانو أنت فهمت الفكرة يعني سأكررها لك وفي التكرار الإفادة بـ نانو تكتب بشكل عادي كأي محرر عادي وـ كنترل أو للحفظ وكنترل أكس للإغلاق جيد فقط تعلم الأمرين هذا في نانو فإذا كنترل أكس طبعا هل تريد الحفظ نو طيب الآن سنقوم بفتح الملف بـ وقمنا بإنشاء نحن نكتب لغة باش جيد واللغة باش فعليا موجودة على السيسلم كيف أدعلك يعني أنا لو قمت باللس سلاش بن باش سأجدها موجودة ها هي وإذا أردت أن حصول على معلومات باش فإذا ها هي طبعا الأونر لها هو روت السيسلم كله وهذه هي باش لاحظوا هذه هي باش فبالتالي أنا أريد عندما أكتب برامجي الآن أو السكريبتات الخاصة بي فأنا أريد أن أقول أن باش هذا الموجودة في بن باش هذه الباش أنا أريدها أن تقوم بماذا بترجمة ما أقول وتنفيذ ما أقول فبالداخل ملف سأضيف هذه النقطة أنني أريد أنا باش أن تقوم بهذا الموضوع فبالتالي سأضيف بن باش هكذا طبعا هذا الأمر موجود بالدليل أيضا كل شيء موجود بالدليل فإذا قمنا بإنشاء أول سكريبت لاحظوا هذا الأمر وشرح عنه موجود هنا أيضا إذا أردت العودة إليه فإذا بن باش مرة أخرى تؤكد أن السكريبت الذي أنا أكتبه مكتوب بباش وأنا أريد باش أن تفهمه طبعا لو لم أكتب هذا ما الشيء الذي حصل بالنسبة لنا أيضا تم فهم البرنامج بلغة باش لماذا؟ لأن اللغة الإفتراضية لدي هنا هي باش طيب إذا أنا أخذت هذا السكريبت وذهبت إلى كمبيوتر آخر أو حسوب آخر لا يستخدم لغة باش كأفتراضية ماشي الذي سيحدث سيحاول أن يفهم باللغة الإفتراضية الموجودة لديه بلغة الافتراضية الموجودة بالسيستام الآخر وبالتالي ماشي الذي سيحدث في هذه الحالة سيتم فهم الخاص بخطأ أكيد يعني هو سيفهمه بطريقة بلغة بأخرى بيمتجرم آخر فبالتالي سيكون هناك خطأ فالأفضل أن نقوم بإضافة أن نحن نكتب بالتحديد بالاعلى نحن نكتب بباش. واضح. جيد. فاذا الان مثلا لو ارد مثلا اكتب على الشاشة هلو بلغة باش فيمكن ان اكتب هكذا. اكتب ضمن اشارتين اقتباس. لاحظوا تشبه لغة هنا. ايه عفوا. اه اريد تنبيض الملف دعونا ننفذه. فاذا نلاحظوا سيكتب على الشاشة مرة اخرى سنفتح الملف. ودعوني اقوم ب. فاذا نلاحظوا انا قمت بتقسيم الشاشة هنا. اه ففي الاعلى. اقوم. في الاعلى. ستجدون اه في الاعلى ستجدون السكريبت الباش وفي الادنى التنفيذ. التي سيكون لدينا اه بهذا الشكل. ماي سكريبت. هكذا. جيد. فدعونا نكتب اشياء اخرى مثلا. بالاعلى. فمثلا نحن هنا كتبنا ايكو هاي لتباعة هاي على الشاشة. دعونا نمشأ متغير بباش. انشاء متغير سهل جدا. تكتب مثلا اسم نيم يساوي وثم الاسم. مثلا عالي. وثم تكتب ايكو نيم. القواعد هنا التالي. هو ان لديك اسم المتغير تكتبه هنا. يساوي لا تضع فراغات. لا تضع فراغات. لا تضع فراغات. اذا وضعت فراغات احذفها. يعني لا تكتب هكذا. هكذا. جيد خطأ. لاحظوا حتى في لم يحددها لي. لم يقم بهاي لايت لي. لماذا? لان خطأ. اه فاذا تكتب نيم علي بهذا الشكل. وعند تريد الحصول على قيمة المتغير تسبق الاسم المتغير بالدولار ساين. فاذا الان انا ساحفظ وسنذهب للترمينال ونقوم بالتنفيذ. فسيكتب علي. جيد. يمكن مثلا ان اكتب بالطريقة التالية. هنا مثلا ايكو نيم هنا. ان اكتب هنا مثلا نيم. جيد. ضمن دولار ساين. ضمن اشارتي اقتباس. اكتب نيم عادية. ويمكن ان اكتب مثلا نيم. دعونا نجرب نيم. ويمكن ان اكتب نيم باشارتي اقتباس احادية. ولنرى الفرق بينها. فاذا نذهب هنا مرة اخرى ونقوم بالتنفيذ. فنلاحظوا الشيء الذي سيحدث. عندما قمنا بكتابة ايكو نيم الاولى ظهر لنا علي. النام الثانية بدون اشارتي اقتباس ظهر لنا علي. النام الثالثة ظهر كلمة لانا يجب المتغير اذا اردت الحصول على قيمته ان اصبقه بماذا؟ بدولار ساين. اما بالنسبة النام الرابعة ظهرت لي نيم. فماذا نستنتج هنا؟ نستنتج انه عندما نستخدم اشارتي الاقتباس. الاقتباس الاحدية تأخذ ما بداخلها كما هو. حرفيا وضعت فيها متغير وضعت فيها وضعت فيها وضعت فيها وضعت فيها وضعت فيها وضعت فيها تعبير. اي شيء وضعت فيها سيتم اخذه كما هو. جيد. لا يتم ترجمته. لا يتم تفسيره. لا يتم تنفيذه. اما في حالة الـ double quotation هذا اخذت القيمة المتغير. وبالتالي هنا لو عطل الاعلى مثلا سامسح الباقي. او مثلا اتركه. سامسح هذا. وسابقي هذا. مثلا ايكو مثلا. my name is. وهنا ساكتب ايضا. my name is. واقوم بالحفظ والانتقال للأسفل. جددا. فضلا لاحظوا الاول. my name قال لي علي. والثانية. my name my name. لان اخذ هذا كما هو. فضلا هذا هو الفرق بين الـ double quotation والـ single quotation في باش. اذا كنت تعرف بي ايش بي هي نفس الفرق. جيد نفس الفرق موجود بي ايش بي. فجيد جدا. فتعلمنا الكثير. تعلمنا كلمة ايكو. تعلمنا عن المتغيرات. تعلمنا عن اشارتين الاقتباس المتدوجة. والاحادية. اه الفردية يعني او الاحادية. والان دعونا نتعلم عن التعليقات. فاذا التعليقات بلغات البرمجة. نحن نعرف التعليقات. تعني ان لا تنفذ هذا وهذه ملاحظة للمطور او للمبرمج. صحيح. ونفس الشيء في ماذا بباش. فبتالي انا يمكن ان اكتب هنا تعليق. اكتب this is a lesson or tutorial by me. والان طبعا اذا قمت مرة اخرى بتنفيذ الملف. لاحظوا لن يتم اه عرض هذا التعليق. فهذا مرة اخرى يوجد تعليق هنا. لكن لن يتم اه تنفيذه. واضح? فالان جيد جدا. فالان اذا 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 فهمت هذه الاشياء. فانت رائع. انت منتاز. انت خطوة خطوة جيدة. لانك تعلمت كل الاساسيات. اه لاحظوا هنا بالدليل. هناك تكرار موجودة ضمن الاساسيات. الاساسيات. انا وضعتها هكذا. لكن في المستقبل اريد ان يكون هناك سلكشن خاص لللوب. وسنتدرب عليها بشكل منفصل. هذا الفيديو لنتحدث عن اللوب. وايضا بالسكريبت الذي كتبته. لم استخدم اللوب على ما اعتقد. وبالتالي سنتحدث عن اللوب في دروس لاحقا. فهنا مكتوب اللوب لكن فعليا لا تدرسها. لا تدرسها الان. الا اذا وردت بقصة منفصل لاحقا. فالان ساتحدث عن موضوع ربما يكون بالنسبة لكم يعني نوعا ما يعني غريب بالنسبة لكم. او ربما سهل. لا اعرف. فاذا اللي نرى. فالان لاحظوا اعزائي. ان عندما يتم تنفيذ سكريبتات باش. فيكون هناك نتيجة للتنفيذ. ليس النتيجة اقصد ان ايكو او نتيجة لا. انا اقصد نتيجة نجاح هذا التنفيذ. يعني انا اذا قمت بكتابة هنا لس. جيد. عفوا لس. وقمت بتنفيذه فاذا سيظهر لي ملفات. فبالتالي يعني انا افهم انه تم نجح هذا الاسكريبت. تم حالة التنفيذ له. حالة النهاية له. حالة الخروج له. حالة الاكزت له. اسمها اكزت. فاذا اكزت ستيتس. فانا اقول هذه الحالة حالة نجاح. لان انا احصلت على ما اريد. آآ لكن في الكريبتات المعقدة يعني كيف تعرف انك حصلت على ما تريد او لا? او المستخدم النهائي ليس المطور كيف يعرف انه حصل على ما يريد او لا? فهناك شي اسمه اكزت ستيتس. اكزت ستيتس في حالة النجاح تكون zero دائما. فظن قاعدة. اكزت ستيتس في حالة النجاح تكون zero. في حالة عدم النجاح تكون شيء لكن ليس zero. فبالتالي الان إذا عدت لي الماي سكريبت وأريد أن أعرف هل نجح هذا السكريبت أم لا فيوجد شيء بمعامل خاص سبيشال براميتر بباش الذي هو اسمه دولار ساين طبعا كل المتغيرات تبدأ بدولار ساين لكن هو دولار ساين إشارة استفهام بعده ودولار ساين إشارة استفهام يعني أنه إحصل لي على حالة التنفيذ فبالتالي هنا سأقوم بكتابة هنا الأمر التالي سأكتب إيكو مثلا إكزت ستيتس إكزت ستيتس إز وسأضع هذا أيضا ضمن الضبل لا مشكلة لأن الضبل تنفذ الأمر صحيح فالآن لو قمت أنا بتنفيذ الملف لاحظوا سيكتب إكزت ستيتس كتبت خطأ زيرو زيرو لأنه نجح طيب لاحظوا أنا لدي الآن هنا ماي فولدر وماذا لو كتبت ماي فولدر وان ماي فولدر وان غير موجود فدعونا نذهب لسكريبت مجددا وهنا ماي ستيتس وصحيحها وهنا سأكتب ليس ماي فولدر وان وهو مجلد غير موجود وبالتالي أنا أفكر أنني سأحصل على خطأ والإكزت ستيتس لن تكون زيرو فإذا الآن مرة أخرى لاحظوا إكزت ستيتس 2 وهنا عليك خطأ لأن الملف غير موجود طبعا الآن ربما تتساءل تقول طيب هل هي يعني هل هي وان تو ثري ما هو الرقم فلكل خطأ يوجد رقم لكل خطأ يوجد رقم لماذا لأنني يمكن أن أبحث أنا على الإنترنت إكزت ستيتس 2 ماذا تعني وسيعطيني الإجابة أن إكزت ستيتس 2 تعني شيء معين فنجرب إذن إكزت ستيتس 2 إن باش لاحظوا أول سؤال يقول لك ما هو الإكزت ستيتس 2 وهو سيشرحها لك فطبعا هو في حالة هذا البرنامج الخاص به إكزت ستيتس لاحظوا أنا أبحث معكم ولكي نرى فإذا نلاحظوا هذه الأخطاء فإذا لدينا إيرر واحد الذي هو خطأ عام لدينا إيرر اثنين الذي يقول أن هناك خطأ بفنكشن بلت إن فنكشن الخاصة بالشل هناك خطأ مثلا هذا الذي لا يمكن تنفيذه خطأ هذا الملف 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 غير موجود دعونا نحصل على خطأ 127 دعونا نحصل عليه فالتالي أنا سأكتب them my script وهنا سأكتب أمر غير موجود بالسيستم لدي my not found command هذا غير موجود ولنرى حالة التنفيذ بضعا حالة التنفيذ 127 فبالتالي الموضوع هنا التالي إذا نجح السكريبت فالتالي ستحصل على zero وهنا يمكن أن تحدد حالة النجاح وبناء على ذلك تقرر أشياء أخرى أو حالة الفشل وبناء على ذلك تقرر أشياء أخرى فبالنسبة لحالة الفشل هي أي شيء عدد zero وهناك standard exit status كما هي التي قرأناها هنا يمكن أن تبحث إذا حصلت على خطأ معين يمكن أن تبحث على الإنترنت وتعرف ما هو هذا الخطأ وبالتالي تقوم بالحل المشكلة الخاصة بك ومعلومة إضافية لكم أن عندما تكتمون السكريبت يمكن أيضا أن تقوموا أنتم بإضافة exit status أنتم تريدونها فلنقوم بذلك فإذا هنا فقط أنا أريد أن exit من هذا السكريب بـ status مثلا خمسة آلاف فالنتيجة ما الذي حصل؟ خرج من هذا الملف لماذا خرج من هذا الملف؟ لأنه بكل وساطة أنا كتبت exit خمسة آلاف وقام بالخروج ولم ينفذ هذا الأمر لم يصل إليه أصلا لكن كيف يمكن أن ننفذ فكرة أن نقوم بـ exit شيء معين؟ فحتى نقوم بذلك فيجب أن نتعلم أشياء أخرى لا يمكننا أن نقفز لتلك الخطوة لكن دعونا نحاول دعونا نجرب دعونا نجرب في linux أيضا أو في bash هناك فكرة أن هذه السكريبتات التي نحن نكتبها يمكن أن تأخذ arguments أو بالعربية معاملات ممررة لماذا؟ لأننا نمررها فيمكن أن أمرر للسكريبت الخاص بأشياء فمثلا يمكن أن أمرر له مثلا إسمي مثلا أكتب نورس جيد يمكن أن أمرر له مثلا exit status خمسة آلاف مثلا جيد فطبعا أنا هنا عفوا عندما أقوم بـ عفوا عندما أقوم بتنفيذه ونفذ له بهذا الشكل ليس عندما أقوم بتعديله يعني عندما أقوم بتنفيذه أمرر له هذه الأشياء اسمها parameters عفوا اسمها arguments و linux أو البرمجة بشكل عام سترى سترى arguments arguments أو سترى كلمة arguments ويعني هي المعاملات الممررة لماذا ممررة أن نمررها إلى سكريبت فبالتالي عندما أقوم أنا بتعديل هذا السكريبت my script عندما أقوم أنا بتعديله سأحصل على المعاملات الممررة كيف ذلك؟ فإذن المعامل الممرر الأول يمكن أن أحصل علي دعوني أعلق هذا المعامل الأول يمكن أن أحصل عليه مثلا أكتب first arg the first arg أحصل عليه من dollar sign أكيد لكن dollar sign ماذا؟ dollar sign one لأنه هو الأول والثاني يمكن أن أحصل عليه من dollar sign اثنين وأنتين والآن إذا أقضت للسكريبت مجددا قم بتنفيذه ومررت له نورس وخمسة ألاف لاحظوا سيقول first arg is نورس هو second arg هنا السكن arg أنا كتبتها خطأ هو خمسة ألاف فيمكن أن نمرر للسكريبت الخاص بنا أشياء معاملات ممررة هذه المعاملات الممررة اسمها arguments التي أمررها عند تنفيذ السكريبت اسمها arguments وإحفظها نمررها عند تنفيذ السكريبت هذه المعاملات الموضعية أو positional parameters لماذا؟ لأنها لها موضع معين لها أرقام معينة فبالتالي هذه هنا رقمها واحد هذا اثنين وبالتالي يمكن أن نضيف أكثر حتى رقم تسعة فدعونا نجرب مثلا علي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة جيد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان ودعونا نضيف التاسعة مثلا طيال الآن لن يحدث شيء بكل بساطة لماذا؟ لأن نحن لم نقم باستخدام هذه بالسكريبت فدعونا نستخدمها وهنا سأصحف وهنا سأكرر هذا وهنا لدينا ثلاثة وهنا أربعة هنا خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة وهذا أنتم يعني تعرفوني الفكرة نعيدها نعيدها إذا كنت أنت تشاهدني لهذه اللحظة أخبرني هل مللت من الدرس هل هو الصعب أخبرني إذا أنت تشاهد لهذه اللحظة أكتب الآن أنني مللت من هذا الدرس أو الدرس ممتع أو أعجبني فضا نلاحظ الآن نورس عليه واحد وهكذا ممتاز وإكس الزيرو لأنه تم تنفيذه جيد الآن ربما تسأل تقول فقط تسعة بوزيشنال بيراميتر يمكن أن نضيف فقط هذه التسعة لا يمكن أن تضيف أكثر رقم يعني عدد الأرقام التي أنت تحب مئة مليون أي رقم تريد لكن الفكرة الأساسية أن بهذا نحصل عليها بهذا الشكل يجب أن تكون يعني بشكل دولار ساين الرقم فقط من واحد لتسعة إذا أرد أن أحصل على الأرقمن العاشر مثلا العاشر هنا فكيف أحصل عليه ليس بسهولة دولار ساين ناين يجب أن أضيف هنا كيرلي كيرلي براكتز طبعا أغلق وأكتب الرقم عشرة إذا أرد 11 أكتب هكذا و11 و المئة أكتب هكذا مئة هذه عشرة أحفظ وأعود فنلاحظ المئة غير موجود والعشرة غير موجود فيمكن هنا أن أكتب عشرة 11 فالآن سيظهر 10 11 وهذا المئة يعني لن أدخل مئة أنت تدخل بنفسك واضح؟ فإذا تعلمنا شيء جديد هذا شيء رائع فإذا هذا بخصوص هذا الموضوع أطلا يمكن أن أعرف عدد التي تم تمريرها هنا كيف ذلك بكل بساطة باستخدام الـ ونقوم فنقوم للسكريبت المميز الخاص بنا فنحن هذا سأمسحه هكذا سأمسح هذا جيد فأنا هنا يمكن أن أحصل على number of arcs من خلال dollar sign وإشارة الهاش هذا وبالتالي هنا سأحصل على عدد الـ argument التي تم تمريرها فإذا هنا سأكتب هكذا لاحظ سيقول 11 وبالفعل 11 1 12 11 11 طيب لو أنا مثلا أدخلت مثلا هكذا لنرى فإذا كم argument سمى تمريره 18 argument طيب لو أنا مثلا مررت فقط نورس علي فإذا فقط 2 أيضا هناك شيء يمكن أن أحصل عليه هو اسم الخاص به هذا يمكن أن أحصل عليه بداخل كيف ذلك ربما أنتم لاحظتم أن نحن نبدأ العد بال positional arguments أو هذه الأشياء العوامل المعاملات الموضعية أو الموضعية نحصل عليها من خلال العد من واحد ليس من zero وعادة بالبرمج ونحن عد كل شيء تقريبا من zero فلماذا ذلك لأن فعلا يتم العد من zero لكن zero هو مخصص لإسم script فبالتالي لو أنا قمت كذا وهنا كتبت هنا بدلا من هذا يمكن أن أكتب name of the script وهو سيكون $0 لآن مرة أخرى لاحظوا name of script هذا هو أصلت على اسمه لو غيرت اسمه مثلا نفس الشيء مثلا غيرت اسمه myscript إلى script.sh والآن أعد تنفيذ script.sh سيقول لي اسمه الجديد هذا ذال جدا صحيح سهل جدا وجميل جدا معلومات ممتعة فعلا ومشوقة لأننا نذهب فعليا نحو إنشاء script جميل جدا ومعقد قليلا فإذن تعلمناها وفهمناها وهذا شيء مفيد وكنا نحن بصدد شيء معين أن مثلا أن نكتب هنا أن طبعا شيء معين أنا مثلا قمت أنا بكتابة script هذا سأمسح هذا وسأقول أيضا exit 5000 سأقوم بتحديد وضعها مجددا وأنفذ هذا script فإذا نلاحظ لم يظهر أي شيء لأنني لم أكتب شيء بالscript لكن كيف يمكن أن أحصل على من terminal هنا من echo dollar sign أيضا هذه الإشارة الاستفرام فإذا نلاحظ الـ كانت 136 ففعليا هنا وربما تقول لماذا 136 لأنني فعليا لا يمكن أن أضع exit status أكبر من 255 وبالتالي باش قام بيجينرات exit status مناسبة لرقم 5000 ضمن الـ 0 إلى 255 وبالتالي هنا سأضيف أنا exit status أخرى مثلا سأكتب 55 ولنرى ومرة أخرى سننفذ وثم سنقوم بإيكو لاحظوا حصلت على التي هي 55 فرائع رائع فعليا فالآن لابد أن نعود أن نذهب للجمل الشرطية بباش ونتعلم قليلا عنها فاين هو الملف ها هو فدعنا نتعلم عن الجمل الشرطية سنبدأ فتح الملف سأمسح كل شيء هنا وفكرة أننا نقوم بإعادة أكواد خاص مخصصة من الخاص بنا مخصصة ابقوها ببالك سنعود إليها عندما تراكم المعرفة المناسبة في عقلنا فإذا أرد مثلا أن أكتب مثلا هنا name يساوي علي لم أضع فراغات وأنا أريد هنا أن أقول إذا كان الإسم يساوي علي فأنا أريد أن أكتب echo hello the admin أو hello admin غير ذلك لا أريد ذلك دعونا نبدأ بجملة f البسيطة f بباش تبدأ بكلمة f بف عادية يعني و space و ثم تقوم بإضافة square bracket square bracket تضع بينها فراغ يعني square bracket فراغ وهذا square bracket الآخر أو القوس المربع الآخر ماذا تفعل تضع فراغ وتكتب المنتصف فعليها تكتب المنتصف هذه هي الطريقة الصحيحة فإذا قمت بلم تضع فراغ لن تفهمها بعش الطريقة الصحيحة فإذا هنا لدينا فراغ سنكتب إذا كان name سنضع لي احتياطا سنكتب double quotation mark وسنضيف ال name إذا كان هذا يساوي قيمة علي فماذا نريد سنقوم بوضع سمي كولون بهذا الشكل سنكتب then ثم ماذا سنفعل سنكتب على الشاشة echo مثلا وثم سننهي جملة f بعكس f يعني f i f والإغلاق bfi فإذا الآن لنرى هل كتبنا خطأ برأيكم هل كتبنا خطأ أم صح فإذا صحيح فإذا كتب لي hi علي لماذا hi علي لأن فعلا الاسم اسمه علي طب أنا لو ربما تقول لي خاصة إذا كنت مبرمج خطأ أنت كتبت يجب أن تكتبي يعني إشارتين يساوي اثنتين ليست واحدة فإذا لنرى نفس النتيجة فإذا في باش إشارة إشارة يساوي واحدة أو اثنتين نفس الفكرة جيد وأيضا يوجد شيء آخر يمكن أن يعني مثلا لو كتبت مثلا علي مثلا ست سنوات فأنا أريد أن أتأكد أن عمر علي هو يساوي ست سنوات فسأكتب if statement أخرى هنا سأكتب if وأكتب الفراغ وثم age بهذا الشكل هنا سأكتب dash eq dash eq يعني equal يعني يساوي وهنا سأكتب 6 أتأكد هل هنا عليك فراغات كل شيء تمام semi colon then وثم أكتب echo hi أو علي وثم سأنهي الجملة ب f i سننفذ الآن لاحظوا علي is six years old طيب أنت روما تقول لي لماذا استخدم هنا هذا للمساواة ولماذا استخدم هنا هذا للمساواة فنستخدم eq يعني equal عندما نريد المقارنة بالأرقام numeric values أو numbers أما بالنسبة ل strings فنقوم بمقارنتها بماذا باليساوي أو double يساوي نعود لجدول بالدليل حتى لا تضيع ولا أضيع أنا هذا هو الجدول جدول اسمه معاملات المقارنة comparison operators وهذا الجدول فيه الأشياء التي أنا أقولها الآن موجودة بالجدول فإذا ضعت من كلامي تعود للجدول لا يوجد أي مبرر لك أن لا تفهم وأن لا تدرس وأن لا تتابع كل شيء موجود فالآن نحن درسنا هذا equal وأيضا لاحظوا إذا أرد مثلا أن أقول إذا كان الاسم لا يساوي علي فيمكن أن أضيف إشارة لا يساوي وإذا أرد أن أقول لا يساوي 6 سأكتب not equal وهنا سأضيف كلمة is not hi وإذا أكتب not علي hi not علي فإذن الآن لاحظوا لم يظهر شيء لماذا لماذا لأن أصلا الاسم علي وبالتالي أنا أقول إذا كان الاسم ليس علي طيب ما هو هذا الاسم هو علي وهنا قلت أن إذا كان الage ليس 6 طيب ما هو هذا الاسم هو 6 أو الاسم يساوي 6 بالتالي يمكن أن أكتب هنا 7 ويمكن نكتب هنا علي 1 فالآن الاسم لا يساوي علي والعمر لا يساوي 6 فإذن النتيجة سيقول لي واضح فإذن هذا بالنسبة للمعاملات المقارنة بباش أيضا هناك معاملات مقارنة أخرى طيب الآن سنتعلمها فإذا أردت مثلا بالتأكيد الشيء المهم الآن أن نتعلمه إذا أردنا مقارنة فنستخدم يساوي أو not يساوي أما إذا كان نتحدث عن الأرقام فالأرقام يفترض أنك تكتب ماذا فيها تكتب فيها equal وnot equal أيضا يوجد أكبر ويوجد أصغر ويوجد أكبر أو أصغر وهذه الأمور التي أنا أتوقع أنكم تعرفونها فمثلا إذا أردت أن أكتب أن هل العمر أبقي العمر دعونا نبقي العمر age أو ما رأيكم أن نأخذ العمر من يعني أن نأخذ العمر من من نقول هو الأول فإذا كان هذا جيد أكبر من 6 أكبر أو يساوي 6 فسنكتب داش جي إي جي إي يعني greater than or equal to greater than أكبر من أو equal to يساوي مثلا 6 أكبر أو يساوي 6 سنكتب مثلا greater than أو سنكتب ماذا نكتب نفس الشيء greater than or equal to 6 فإذا الآن عندما أقوم بالتنفيذ لاحظوا سيقول لي هناك خطأ لماذا لأنني لم أضف هذا الشيء لم أضف الرقم فإذا أنا سأكتب هنا 6 الجواب سيقول greater than or equal لأنه 6 إذا كتبت مثلا 10 أكيد 10 أكبر من 6 فإذا يعود مجددا مثلا وهنا مثلا وضعت ليس الرقم مثلا أو دعونا نطبع الرقم على الشاشة أسهل لنا نطبع الرقم إذا كان موافق لهذا الشرط فإذا هنا الآن سنكتب greater than يمكن greater or equal يمكن أن نكتب greater than greater than يعني g يعني greater و t يعني than فبالتالي greater than يعني أكبر من 6 لكن لا يساوي 6 فإذا قم بتنفيذ الـ script فإذا سيقول age سيطبع على الشاشة age لاحظوا مرة أخرى أنا أخطأت بالشيء الذي أنا أقوله echo age لليس بأن أضع هنا dollar sign حتى يطبع الرقم فإذا عشرة طيب إذا كان مثلا 2 لن يطبع شيء لأن 2 ليست كذلك الـ comparison الآخر الذي نريد تعلمه هو less than less than يعني l-t less than أقل من 6 فإذا هل الرقم الذي سندخله أقل من 6 فإذا الجواب 2 نعم لكن 20 ليس أقل من 6 وأيضا يمكن أن نستخدم less than or equal to يعني نضع هنا بدل نضع وننفذ هل العشرين equal لستة لا هل 6 equal نعم هل هل 2 أقل أو تساوي 6 نعم هذا هي التي أردت يعني تعرفونها بالملخص الملخص الملخص هو تستخدم يساوي إشارة تعجب يساوي الباقي الأرقام تستخدم فيها الكلمات وموجودة هنا بهذا إذا نسيت هذا عضل الدليل أو عضل الإنترنت جيد لا مشكلة نحن دائما نبحث بالإنترنت عن أشياء لا نتذكرها أصلا فالمهم تفهم الفكرة أيضا نحن تعلمنا وحيدة وبينها الشروط لكن أيضا يوجد لدينا بباش فبدلا أن نكتب هكذا دعونا نكتب إذا كان الرقم مثلا يساوي دعونا نكتب يساوي 6 نريد هنا أن نكتب هنا أيضا نريد أن نضيف والألس هنا ستكون أننا سنكتب إيكو نات إيكول بهذا الشكل فإذا إذا كان يساوي ستة سنكتب غير ذلك نات إيكول فسننفذ الآن إثنين نات إيكول ستة إيكول عشرة نات إيكول واضح فإذن أيضا يمكن أن نكتب شيء آخر أن نضيف هنا عبارة يعني أن نكتب هنا شرط واحد ثم شرط اثنين ثم الشرط النهائي وهذه أشياء موجودة بالغة البرمجة ونحن يعني كمبرمج أنت يفترض أنك تعريفها تكونت غير مبرمج في الفكرة أن إذا كان هنا الشرط مطبق يمكن أن نضيف هنا شرط آخر أن نسأل عن شيء آخر مثلا هنا ونضيف الشرط مرة أخرى نضيف وسنضيف مرة أخرى ونريد أن نسأل إذا كان مثلا مثلا هو يساوي ستة كتبنا إيكول إذا كان أكبر من ستة فنريد هنا أن نكتب than وثم سنكتب إيكو greater than وأيضا نريد أن نضيف شرط آخر هنا أن نكتب إذا كان less than ستة أقل من ستة سنكتب هنا less غير ذلك سنكتب هنا nothing مثلا فإذا دعونا نجرب هذا فإذا بكل بساطة العشرة أكبر من ستة greater than الاثنين أصغر less than الستة تساوي كذا لو كتبت أنا هنا مثلا شيء كهذا لاحظوا سيعطيني خطأ لماذا؟ لأنه يفترض أنني يتوقع مني أن أقوم بماذا؟ أن أقوم بكتابة هنا رقم والمقارنة رقمية وبالتالي حصلت على هذا الخطأ وبالنهاية نفذ nothing طيب أيضا لاحظوا إذا أنا قمت مثلا بعدم إعطاء أي شيء أيضا سأحصل على خطأ طيب كيف أقوم بحل هذه المشكلة؟ يمكن أن أسأل أنا الآن أعرف شيء أنه إذا نعود للسكريب أنه number of arguments count of arguments يمكن أن أحصل علي من ماذا؟ من a special variable الذي لديه الذي هو dollar sign hash والآن أنا أعرف الإف فيمكن أن أكتب إف وهكذا وهنا أكتب إذا كان الـ count أقل من less than أو less than واحد فـ then سأكتب echo ماذا؟ you have to provide one argument at least ولا أنسى أن أنهي عبارتي بـ if i جيد؟ ويمكن هنا أن أخرج أن أكتب exit مثلا مثلا 200 يعني إذا لم يزود الـ parameter التي أريدها سأخرج من النضاء سأخرج من script وبالتالي هنا سأنافذ لنرى النتيجة script لاحظوا you have to provide one argument at least وإذا كتبت echo الحالة 200 هي التي أنا قمت بـ customize لها جيد أو قمت بتخصيصها فرائع جدا أيضا لاحظوا أن هذا الشيء نفسه هو الذي أنا كتبته دعوني أقوم بفتح script الخاص بي فذا نلاحظه هنا بالـ script الخاص بي أنا قمت بنفس الشيء أنا كتبت هذا الموضوع كتبت أن إذا كان العدد الموجود أقل من 1 then طبق شيء معين و 1 يعني هناك error خطأ عام 1 يعني خطأ عام فيمكن أن نعيد 1 بالجمال هنا قمت بإضافة function جيد و function يعني وظيفة أو اقتران أو فحل نتعلم فإذاً لنرى الدرس أين وصلنا بالدليل فالدليل بخصوص أنا قلت لكم سنتحدث عنها لاحقاً والآن بخصوص الدوال وفقط فإذاً بقي لدينا فقط فدعونا نتعلم حول هذه هذه ذهبت إلى أيضاً يعني ذهبت إليه هذه function أيضاً موجودة عندما نريد أن نضيف مثلاً help line أو usage أو طريقة استخدام أو طبعاً أنا أقول هذه المفردات بلغة الإنجليزية لأنها تمربي عليكم باللغة الإنجليزية فالآن أنتم تعرفون ما معناها بالعربية وبالإنجليزية هذا هو الهدف يعني فهذه الأشياء الخاصة بالhelp والخاصة بالمساعدة والأشياء الخاصة بالguide التي دليل الاستخدام فعادة تكون فالتالي يمكن أن نضيف هنا function يعني دالة يعني اقتران يعني وظيفة ما هو هو شيء مجموعة من التعليمات نجمعها معاً بمكان معين وعندما نريد استردادها نستدعائها نستدعيها كلها معاً فأنا مثلاً إذا كان هنا الكون هذا أو يربع ما أستغني عن الكون أكتب فوراً كذا وامسح الكون فإذا كان الكون أقل من أقل من واحد ففوراً أنا أريد عرض مجموعة جمل سأضعها ضمن اسم usage فبتالي هنا سأكتب usage هكذا وسأقوم بإكزة واحد لماذا إكزة واحد لأن هو ليس يعني التنفيذ لم يكن صحيح وهنا سأقوم بإنشاء function الـ usage طريقة إنشاء الـ function هذا اسمه usage فسأكتب usage لأن اسمه usage اسم الـ function أو اسم هذا سيكون usage فسأكتب هنا usage وهذه الأقواس وهذه جيد وهنا يمكن نكتب إيكو يمكن نكتب ويمكن نكتب ويمكن أنا أقوم بالتنظيف هكذا فالشيء الذي حصلت أنا كتبت باستخدام وهنا قمت من خلال باسمه كتابة اسمه فقط طبعا أنت إذا كنت مطور أو مبرمج من لغة أخرى يمكن أن لا تشعر بارتياح مع هذه الطريقة لأنها ليست نفس الموجود باللغات الأخرى لكن الفكرة سهلة جدا أنت تستدعي الـ function باسمه فقط تكتب usage والفكرة أيضا أنك عندما تقوم بإنشاءه تتشعره باسمه وتضع فيه ما تريد وانتهينا الآن إذا أردت تنفيذ الـ function فإذا script فنلاحظ وسيقول You have to provide one one number at least طيب لو أنا أدخلت نمبر واحد جيد جدا طيب لو أدخلت أنا مثلا كلام هنا سيقول لي هنا لك خطأ بالتالي هنا يجب أن أتأكد هل هذا رقم أم لا فإذا هنا تكون الأمور أكثر تعقيدا ونحن لن ندخل بالتعقيد وبالتالي سنكتفي بهذا القدر من المعلومة الخاصة بال و المقارنة طبعا الشيء الذي نحن أيضا نسينا أن نقوم به هو المعاملات المنطقية طبعا يمكنك أن تعود إليها أنت بنفسك وأن تكتب أكثر من شرط بنفس الوقت فمثلا دعونا أقوم مثلا بكتابة هنا سأمسح هذا ونكتب أخرى فإذا سأكتب الآن شيء جديد سأكتب الأول يكون يساوي علي هذا تعبير جيد الأول طبعا سأضيف فرا هكذا وفرا هنا أو سأكتب هنا أو وهنا سأكتب نفس الشيء واحد يساوي نورس فإذا لاحظوا كيفية الكتابة هذا تعبير كتبته وثم أو ثم هذا تعبير آخر ثم الآن سأكتب سأكتب هنا ألس إيكو نوت جود وسننهي بفاي لنرى نتيجة سأعطي هذا الاسم سيقول نوت جود لأنه ليس نورس وليس علي إذا أضبت علي نفس الشيء لماذا؟ لأن نكتب كابتال إذا كتبت نورس أيضا سيكون النتيجة صحيحة هذا بخصوص يعني هذا بخصوص كيفية إضافة أور أيضا إذا أرد مثلا دعونا نقول الأيج مثلا أدخل الأيج وليس علي أو نورس فمثلا هنا قلنا أن الأول إذا كان الأول الأيج لا يساوي مثلا أو أكبر من مثلا الأيج كان أكبر من 18 والأيج كان أيضا أقل مثلا خمسين مثلا فالآن لنرى النتيجة فإذا الآن سأعطي مثلا مثلا تسعة عشر تسعة عشر ما بين الخمسين إذا أعطيت عمر أصغر مثلا ثمانية أيضا لماذا ثمانية يفترض أن تكون ليس لماذا؟ لأننا قلنا فمرة أخرى فإذا لنعود للسكريبت الخاص فنحن قلنا إذا كان العمر الذي تم إضافته أكبر من ثمانية عشر جيد أو أقل من خمسين أيضا جيد وفعليا الثمانية أقل من خمسين لكن إذا أردت أن أجعل بينها وبينها فيجب أن نكتب أن إذا كان أكبر من ثمانية عشر وأقل من خمسين فهو جيد فبالتالي هنا إذا أضفت ثمانية سيقول ليس جيد واضح مثلا تسعة ليس جيد مثلا عفوا تسعة ليس جيد ستين مثلا ليس جيد مثلا مليون مثلا ليس جيد مثلا أي رقم بالمنتصف سيكون مثلا ثلاثين مثلا جيد فهذا مجرد برنامج يعني أفسد في شيء فالآن بالنسبة للسكريبت مرة أخرى نكرره فإذا الآن تعلمنا الأور والآن وأيضا الشيء الأخير منها بالمعاملات المنطقية هي فيمكن أن تنفي كامل يعني أن أقول مثلا هنا مثلا الإسم علي فإذا كان الإسم مثلا هنا يساوي علي مثلا علي أنا أريد أن لا يساوي علي فالتالي سأضيف هنا إشارة التعجب لأن في هذا كامل فالآن لنقم بالتنفيذ إذا لاحظوا سأعطيني يجب أن تزود مثلا هنا سأكتب علي لماذا علي بكل بساطة أنا قل نفيت فإذا كان يساوي علي هذه نفيتها فإذا أصبح فالتالي سيذهب إلى هذا طيب إذا أنا كتبت مثلا الآن لا تساوي علي ولكن أنا نفيت فأنا عكسته فإذا نضت علي نورس نورس تساوي علي وبالتالي يساوي واضح فإذا هذا أيضا تعلمنا عنها ممتاز تعلمنا عن تعلمنا عن المعاملات كلها إذا ما زال في بالك تشويش بخصوص هالفرق بين فعود لهذا المقتطف شرحت فيه الفرق بين بغض النظر عن لغة البرمجة والآن هذا جدول المعاملات كلها الجدول المعاملات الخاصة كلها تعلمناها عدى هذا عدى هذا وهذا لأن فيها بعض من الشك وبالتالي سأتركها للدرس لاحق ووضحها بشكل كامل مع درس حول بالغة باش فإذا انتهينا هذا كله هذا كله الآن لو عدت للسكريبت الذي كتبته فإذا لنعود للسكريبت الذي كتبته فإذا لاحظوا الآن يفترض أنك تفهم جزء منه أنت فهم هذا عبارة عن فونكشن هذا الفونكشن فيه عبارات إيكو فقط ليعرض على الشاشة جيد لاحظوا تم استخدام هنا $0 لكتابة اسم لسكريبت هكذا هنا تم كتابة لعد بداية وإذا كانت أقل من واحد فسنقول أدخل وهنا أيضا يوجد أشياء لاحظوا هنا لدينا موجودة هذا شيء لم نتعلمه لكن لاحظوا هنا يوجد واضحة بالنسبة لنا أن هذا إذا كان العدد أكبر من اثنين قم بشيء غير ذلك قم بشيء آخر فالآن قم بفتك شفرة هذا السكريبت لاحظوا أنا أتكلم الآن التسجيل ساعة ونصف ربما بعد التعديل سيكون بالنسبة لكم ربما ساعة أو ساعة وربع لا أعرف لكنه فيديو جدا مهم أن تتعلموا فيه وأن تفهموا هذه الأساسيات إذا كنتم مهتمين بموضوع باش شكرا لمتابعتكم ولا تنسوا أن تخبروني بآرائكم في صندوق التعليقات حتى أنا يعني أستطيع أن أقوم بتحديثات بشكل أفضل مع يعني مع التحسينات التي أنتم تريدونها بإذن شكرا لكم ومع السلامة